عمر كمال عبد الواحد في الزمالك او في الاهلي قلت لك في الاهلي مش هرجع في جلامي هو الاهلي بقى ابطأ لانهم اجل الموضوع لبعد كاس العالم للاندية وبطولة السوبر ولكن صفقة محسومة يا كريم هي فيها تفاصيل ما بتتحسن في النهاية الاهلي دايما يعني مثلا هنديك مثال الاهلي تكلم فيها يا احمد امين اوفال هو لعب اين بي بس كويس مجرد كلام على الهامش مستني يشوف مستوى المهاجمين اللي عند زي موضس في كاس العالم الاندية عشان يصرر على الرتم من عدم الزمالك دخلوا بيرامز في الموضوع يعني الاتنين دخلوا في اوفا اللي هو لعب ام بي الزمالك قال له تعالى اوقع اللعيب ما كانش عنده مشكلة بس برضو زي لعيبة كتير موجودة هو عايز يعرف موقف القيد في يناير في الزمالك لو يا جماعة هيتفكى انا التوقيع بتاعي ما عندش مشكلة في التوقيع ولكن اوقع دلوقتي والقيد ما يتفكش في يناير فانا كده هيتأجل طب لو الاهلي جالي في يناير لان الاهلي مكلموا وكيله مكلموا اه مش بكسافة او بجدية بنسبة 100% بس في حوار حصل بيرامز نفس الكلام دخل في الموضوع فاللعب مثلا زي اوفا ده واجل توقيع لاي نادي ينتظر وكمان موقف الاهلي طيب هومر كمان اللي حصل بتعوضه في الزمالك قبل كال الزمالك هنخلص مع محمود شبانة مع اكتر من العيد مع اكتر من العيد ومسك العاد وكل حاجة وصفقه الزمالك بيفكر في مين في يناير لو رفع اقاف الكيد احنا اتكلمنا فيهم يا كريم لو تفتكر قبل كده زي عب عزيز البلعوتي في حراسة المرمى انا عايز اقولك ان الشناوي عقده مكمل مع برامتز لسه اللي نايته احمد الشناوي لسه عقده مكمل مع برامتز واحمد الشناوي مركز جدا لفترة دي انه يبقى موجود في كاس الامم الزمالك ما فتحش حوار معها للعودة مجددا بالعكس الزمالك كان فتح حوار من خلال بعض الوسطى مع عبد العزيز البلعوتي حارس انبي في لعيبة زي كلوشة برضو من انبي زي محمد حمدي في لعيبة محمود شحاتة محمود شحاتة عبد الرحمن شكا من لعيبة كمان اللي خطفت الضوء لعب طلاق الجيش من اللعيبة فعلا اللي خطفت الضوء الفترة الاخيرة والزمالك بدأ يتابعه كنت قلتلك ان فيه تلاتة من الدرجة التانية زي ربيع وعاطف ومحمد سعيد هو ايه حكاية رمضان صبحي مفيش رمضان صبحي انت انت دلوقتي انا دايما بحس انه ايه مفيش دخم من غير النور طبيعي لو رمضان صبحي خرج من برامد وانتقل لنادي في الدور المصري هيكون نادي غير الزمالك عارف الاخبار اللي بتنتشر بحسابات العقل يعني انت كصاحف كده وانت قاعد بتفكر من غير ما اتكلم مصادر رغم انت عارف انا واحد من الناس مش هقول معلومة غير لما اتكلم مصدر بس من غير ما اتكلم مصادر رمضان صبحي اذا خرج من برامد اللي انادي اقل في الدور المصري يا جماعة ما بتباية الحال اكيد الزمالك هل الزمالك يمتلك رفاهية ان يبقى موجود رمضان صبحي عنده الا اذا خرج زيزو طب الزمالك هيخرج زيزو الزمالك مش هيتناقش على خرج زيزو غير لو جاله 20 مليون دولار طب الرقم ده هيجي يا كريم مستحيل زيزو اقصى حاجة هيجي من الشباب السعودي 10 مليون دولار اليوم ما تقول يعني ان المفاوضات نجحت بنسبة مش 100% ده 101% صح فبالتالي الزمالك من الصعب ان هو بيبني على زيزو فيخرج زيزو في يناير وقولك انا هروح اجيب رمضان ما رمضان هيعوضه طب برامة زيغت كم طب هتفك القد بكام طب مستحقات اللعيبة عن الموسم الحالي انت اصلا يعني مرتب مع لعيبتك ان احنا هنصرف منقفقات بشكل فوري ننتظر مع بعض على موضوع العقود شوية احنا بنعمل انتعاشة مالية سواء من خلال صور النادي من موارد تانية الزمالك بتحرك فيها فبنعمل انتعاشة عايزين الاولوية المستحقات اللعيبة اللي موجودة وبتكسب دلوقتي ومحققها انتصارات طيب هتدفع عقود لعيبتك وهتفك القيد وتدفع لبرامة وتدفع لرمضان صبح عقد انت عارف انه هيوصل لرقم كبير جدا اكبر من كل اللي عندك في الفريق اكبر من كل اللي عندك في الفريق بيما في يوم زيزو بيما في يوم زيزو سيبك من قط اللبس عشان انا مش مع مصطلح ان الفلوس بيباوز قط اللبس الارقام متفاوتة في كل اندية الدور المصري مش اهلي وزمالك بس فانا مش مع الفكرة دي اللعيب اللي بيقدي يعني زيزو يستاهل اكبر عقد في الزمالك فمن حقه انه ياخد رقم اعلى من كل اللي موجودين في الفريق زيزو يستحق عنده استمرارية بقاله 3 سنين وده العكس في التوح شوية هتلاقي جمهور الزمالك ميلنا حتزيزو مهما يتكلم في موضوع الماديات جمهور الزمالك هتلاقي معاني لكن عنده استمرارية فبالتالي يا كريم رمضان صبحي هي بالعقل والمنطق في قرج من برامنز وهينتقل لنادي وبالعقد لçon المنطق صعب انه يسيب برامنز يروح الزمالك وصعب ان الزمالك يبقى عنده رفعية دي في ال� التوح غير مهم برامنز عايزو ولا برامنز ايوفق بسهوله يسيب رفضان صبحي ويكال العقد بتاع رفضان صبحي في السنة حاجة سه shorts في الظروف اللي فيها لنادي الزمالك مش بقول انه صعب عنادي الزمالك عموما بس في الزهور الفعلان دي الزمالك هيبقى الأمور صعبة جدا بصبت الزمالك الناس بتحلوا خطوة بخطوة مش مستعجلة على حاجة لو قدرت انها تحل قزمة القيد في يناير وده اللي بتسعى ليه بنسبة مليون في المئة انها تحلها هعرف بحلوها الأمور فقى صعوبة يا كريم أنا كنت تكلمت منتقى الصراحة معاك أكتر من مرة قلتك الأمور فقى صعوبة لأن ما فيش حد واغد أحكام نهائية وانتظر لسنوات هيوافق بسهولة لقص أي حد أي طرف ما انت عندك أكشينبونجة حتى الـ 270 ألف دولار أي طرف موجود بس طول ما انت عندك أحكام نهائية التقصيد بيبقى صعب جدا أو الموافق على التقصيد صعب جدا إذا مالك بيحاول عشان يمشي كل الأمور مع بعضها أنه يعقد مثلا من الليشبونة اتفقى بجدولة ويفكوا لك الأمور تبقى صعبة ولكن أنا بقول لك إذا مالك هيحاول بكل قوة أنه يفكوا تقيد في شعر ينار عشان يقدر يدعم الفريق عظيم